مرحبا بكم ورجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بخصوص التوابل ممكن احنا نجيب ابهار او توابل كبسة جاهزة المرق الدجاج ممكن احنا من كعبات المرق نبدله معلقة ملح لانه المرق الدجاج فيه ملح الخضار اختياري فينا نحزف فينا نزود الخضار فينا نضيف طماطم حب الطماطم مفرومة نعم كمان حسب الرغبة وهذا البصل وهذا الاروز فينا نبدله الاروز الحبة القصيرة الحبة المصرية الاروز المصري دفلي الدجاج اختيار الكمية ممكن ما نوضع فلي الدجاج نضيف زيت ربع كوب خمسين غرام نصف بصل مفرومة نقلب حتى تدبل بنضيف الدجاج اربعمية غرام فلي الدجاج بنحرك حتى يستوي تقريبا ثلاثة اربع استوى وهو فلي الدجاج حسب نوع الدجاج اذا كان صغير او كبير فهو محتاج تقريبا ثلاثة دقائق وبكمل استوى مع الاروز متل ما انتو شايفين متل ايه تقريبا نصف استوى ثلاثة اربع استوى مع الاروز بكمل استوى نضيف الجزار حبة جزار او الكمية اختياري فلفل حار او حلو نفس الشي اختياري وبابريكا حلوة نصف حبة نفس الشي الكمية اختياري ممكن نعزف شغلات ممكن نضيف شغلة الاروز نضيف الاروز الى المكونات ونقلب نضيف معجون الطماطم مع لقتين كبار ستين جرام ونضيف التوابل واحنا ممكن نستبدل التوابل هذه في توابل الكبسة تكون جاهزة واذا ما فيه جائز فينا نوضع توابل من عندنا مثل ما انتو شايفين على الشاشة هذه هي التوابل الفلفل الاسود والكمون والكزبرة والقرفة والهيل والكركم تقريبا كل شي واحد جرام ربع ملقة صغيرة واحد جرام ومكتوب كله على الشاشة بالتفصيل مكعب المرق ممكن نحن نبدله مفتته عشان ما يكاتل معنا ممكن نحن نبدله مع لقة ملح صغيرة لانه مكعب المرق في ملح وبنحرك نوضع واحد ونصف كوب مغلي والرز محتاج اثنين كوب لكن نحن نوضع كوب ونصف لانه الخضار فيها سواعل بنتركه يغلي تقريبا او ثلاث دقائق وبعد هيك بنخفض الحرارة وبنتركه عشر دقائق هيك بعد تقريبا اتناش اترات عشر دقيقة يعني ثلاث دقائق غلي وعشر دقائق حرارة منخفضة تقريبا اتناش اترات عشر الدقيقة المجمل هيك جاهز بنجيب ورق الامنيوم او صحن فخار تحمل حرارة بنولع فحمة ونوضع الفحمة في الامنيوم وقليل من الزيت ونغطي الوعاء ونضيف كمان ايضا طعم القماش نتركه اقل شيء عشر دقائق وهيك بعمل نكه كتير كتير روعة وهيك بعد عشر دقائق بعمل نكه كتير كتير روعة هتعجبكم كتير ويكسر ان احنا نتخلص من الفحمة ويكسر جاهز للسكب ونحن ممكن نقدمه مع اللوز المقلة والزبادي ممكن صحن صلط الخضار بجنبه ولكن دايما النصيحة وقت يشفيه يكون فراخ او لحم او تونة او سمك ابعدوا الخيار عن الاكل لانه بعمل زناخة مع الاكل مخلل الخيار ما في مشكلة لكن الخيار ابعدوا في امان الله اتمنى تشتركوا بالقناة شكرا كتير لكم مع السلامة اشتركوا في القناة